دكتور كرم كوردي دكتور كرم كوردي عضو مجلس إدارة التحاد الكورة حاليا ورئيس سابق للنادي الأولمبي السكندري استضافه الكابتن خالد الغندور نشوف الأول كابتن دكتور كرم كوردي قال إيه فيما يخص الأهلي يعني هو الرجل في ناديه ومع آخرين يفعل ما يشاء لكن لما يصل الأمر نسمعه بقى نسمعه أخيرا أريد بيان كابتن نحوط خطيب لتراشر أريده نحوط رأيك بيان عقلاني جدا مش شايف أن في عب هو الجزء اللي هو مخاوف على قيم ومبادئ الأهلي أنت رشحت بسبب المخاوف على قيم ومبادئ النادي ألي يعني بص ما أقول لحضرتك حاجة يعني هو دايما النادي الأهلي دايما يتشدق بموضوع إيه قيم ومبادئ ومش عارف إيه لكن إحنا إحنا اللي في المجال ما إحنا عارفين إنه هو من بره الله الله من جوه يعلم الله من الآخر أنا شايف كده القيم والمبادئ القيم والمبادئ أنا من وجهة نظري بتبقى مرتبطة بالأشخاص يعني ما فيش نادي لا ما فيش مبنى لا نقول عليه قيم ومبادئ لا لا كبس نقول لأ نظام وسيستم أنا هقول لحضرتك حاجة نظام وسيستم لا 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 ومبادئ ومبادئ والمبادئ دي افرد واحد مثلا بينتمي النادي انطلع حرامي مثلا معلش لكل قاعد الشواز لكل قاعد الشواز لكن إحنا منقدرش نختلف إن النادي الأهلي هو أكتر نادي منظم في مصر وده اللي ما أتكلم عليه أو نظم وسيستم ما قول قيم والمبادئ ليس لها علاقة بالنظام وسيستم لا لا ما قول لما عندوش مبدأ عمره ما يمشي كويس في النظام لازم يبقى أنت عندك مبدأ ومتربي عشان تعرف تمشي في النظام ده وإلا هتخرج عنه إصرار إصرار من المقدم إنه جرجره نغلب وأعتقد إن يعني الصديق اللي أنا أحبه على فكرة وزم الكاوي ولكن أقرب صديق له في الوسط الرياضي كان مين كابتن سابت سابت البطر الله يرحمه لأنه كان بيحب في سابت الرجولة والقيم والمبادئ فهو بعد ما قال الجملة دي لأن الجملة لا كرم بيه الآه اللي من برة هلا هلا من جوه يعلم الله لا يعلم الله بكل حاجة عننا كلنا ها طبعا لكن الأهلي براء زي جوه ولذلك إحنا ده اللي فلقنا وده اللي حمقنا لأن اللقطة دي بتلخص ما يريده ها الإعلام الزم الكاوي النايل من النادي الأهلي بيتشدق أن النادي الأهلي يعني هو ينفع عن مؤسسة أفراد ما كانش الأفراد منضبطين واستمروا وراء بعض بحيث تبقى سمة المؤسسة أن لا تسمح لغير المنضبطين بالبقاء ايوه ها ألا تتسطر على موغته ولذلك النادي الأهلي كلعيب كورة يبقى مش ماشي على نظام الأهلي ما يكملش إداري مش ماشي على نظام عد ومجلس إدارة والأمثلة موجودة تخلص الدورة تاني دورة يتشطب عليه ينزل وحده وما ينجحش أمثلة موجودة اللي يغلط بيحاسب وكان كان الأستاذ نصف سليم يقول لك أهلي ده كهنوت ما تعرفش حاجة عنه لكن كان شوف بقى الاستدراك تشعر فيه تناقض قال له لا 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 الأهلي وأكثر الأندية انضباطا لا وفيه مبادئ ورجح هو حس أن الكلمة اتزفلطت منه لكن هي في الآخر ايه زمال كاوي ونقي زمال كاوي هم حرين بره الاستوديو يقوله الأهلي بيكسب الحكاة لكن انت مسؤول وانت إعلام يتقول بالدليل يا ما تقولش ومش دهورك انك تفضل تضغط عظيف لحد ما يغلط لأن الغلطة دي قال له أستاذ كرم دفع تمانا غالي جدا قدام الرأي العام وأبكى الشفعي ازاي ايه بقى اه انت بتسألني ولا انا انا سألك ماشي ايه اللي أبكى الشفعي لا لا هو أستاذ كرم كان رئيسة للنادي الأولومبي اعتقد اعتقد هو انت مش عندك المنشتات دي ولا ايه شوف سنة اربعة الفين واربعة يعني ما الحقناش نبعد كتير ده كلها من اتناشة تلاتاشر سنة الدكتور كرم كوردي رئيس النادي الأولومبي الحكم حمدي شعبان كان بيدير مباراة للنادي الأولومبي مع مالية كفر الزياد في دور الدرجة التالية المباراة كانت يوم تمانية وعشرين او تسعة وعشرين سبتمبر الفين واربعة ده اهرام يوم الجمعة في هذا التاريخ تمانية اكتوبر الفين واربعة لجنة الحكام تطالب بشاط بحارس الأولومبي وإحالة رئيس النادي لوزارة الشباب كان وزير الشباب والرياضة وقتها الدكتور علي الدين هلال اللي حصل دكتور كرم كوردي ضرب الحكم ضرب حمدي شعبان بالشلوت وجري وراه وده اللقطة اللي لما تعادت في التلفزيون وقتها كابتن عبا عز الشافع في استضافة له بكى هو بكى ليه اللقطة وتكت كده الأستاذ كرم قاعد على الخط كرئيس النادي مش قاعد في المقصورة هو قاعد على الخط في الوقت المحتسب بدل من ضيعت حسب الضرب الجزاء لمالية كافر الزجاج حصل أعتقد أنها تلعبت وجد جون أو ما تلعبتش مش دي القضية اعتداء من اللاعبين والإداريين والمدربين أربعة خمسة بيضربوا في واحد وهو بيعمل كان لسم حكم جديد حمدي شعبان كان جسمه صغير لا هو مش صغير كان جسمه قليل هو قليل بالمقارنة بمحمد رشوان الكردي هو ده اللي عيت الكابتن عبد عبد العزيز كان كرم كردي كان كده فالحكم لقى الأستاذ كرم قاعد فقال لك أجري أستنجد به يحميني حيقتل فهو بيجري راح الأستاذ كرم قايم واخد خطوطين وطاير رأعه شلوت موقعه الأرض فالرجل خلاص قدر الأمر بقى حيعمل إيه اللقطة دي ازعت في التليفزيون على الكابتن عبد العزيز شفعي بصفته رأيضاً رواد الحركة الأولمبية واحد قياداته المهمة لما الكاميرا رجعت عليه أنا نفسي ما شفت اللقطة دي جسمي يعني يعني سخينت مش سخين إيه ده ليه كده الرجل بيستنجد بيك يعني ده شعوري وقتها وقتها ما كنتش على علاقة مباشرة والأستاذ كرم وفعلا وفعلا صدر قرار بعقوبة الأستاذ كرم وقتها لكن الأستاذ كرم هي دي النقطة بقى هي دي النقطة أن أنت وبتحاسب الناس وبتحكم على الأحكام طب النادي الأهلي لو حد أجيب لك بقى المسألة المقابل برضو مع النادي الأولمبي ها بس وكانش هو بقى الأستاذ كرم اللي موجود ها الكابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن محمود الجهري وفي مباراة مع النادي الأولمبي ها الكابتن الجهري اتداي من الحكم فزي ما حصل مع عبد العزيز مع سيد عبد الحفيز لقينا كابتن عبد العزيز راح متهجم على الحكم متهجم هجم على الحكم كده اللي حصل أفقفه كابتن صالح سليم ما استناش كابتن صالح هتيجي تحشم يكون الموضوع خلص بتقفلك اتنين تلات لعين بالزبط ها هو ده الكلام هو ده الكلام اللي أنا بقول لا هي دي المعايير بقى أستاذ كرم هي دي المعايير وقع أقل واحد من عشرة واحد من ألف مش واحد من عشرة من اللي حصل معك بتجربة شخصية أنت مؤكد عايشت مساحة من حياتك وندمت عليها جدا لأن أنا عرفك بعد كده أنت راجل يعني ابن ناس وليك حيثياتك في محافظة أسكندريا راجل أنا أما تعرفت عليها عن قرب ممكن أنا عاطف شوي سافر معنا اليابان فاكر حضر جه مخصص شاجع الأهل الناس وهو زماركاو واخد بالك لكن أقصد كرم 100% دي نقطة عايز ينساها من حياته اللي جرنا نتكلم فالسبب المحاور بتاعه اللي خلاه هالجملة يتصرع ويقول لك أصل الأهل من برا هالله هالله من جوا الأهل براه زي جواه وهو ده اللي إحنا دي معركتنا إن محدش يلوس هذا الكلام ويلقح كلام ويغزونا بفكر يعني عايزين بالعافية يشويهوا كلمة المبادئ والقيم لأ الأهل هو نادي المبادئ والقيم ورجع أكد عليها لأستاذ كرم ما فيش شاكل للأهلي قال لهم كده لما يعني خد باله العملية جرجارة ها لأ قال لهم الأهلي أكتر نادي منضبط والأهلي نادي القيم ونادي المبادئ وهي يا بابا شوف أنتوا اللي بتخلونا نقول إحنا ما بنحبش نتكلم أعصده مش لقب إحنا قلناه على نفسنا ده التاريخ اللي أقلنا عليه ولذلك حتتجننه إنكوا اخترقتوا النادي عشان تشويهوا هذا الطريق وعشان تقولوا التاريخ بدأ من 2014 إنسوا العهد البائد العهد الحالي جزء من العهد الماضي ويكمله ويضيف إليه والعهد القادم حيكمل الليلة دي ما تظلموش 2014 2017 ما تظلمواش الناس دي مش عايزة تخرج عن كتالوج الأهلي لكن هي اللي سمحت أنه كتبوا ريبين وتشويهوا الصورة والله الأهلي مخترق وإحنا بندفع دمان الاختراق ده أهو الإعلام حتلاقي كل اللي منتقد الأهلي مين إخواننا اللي منحبوه بس ياريتهم مفضلوا حبيبنا بس في نديهم بس كانت من توابع مع حدث إنه تم شاط بحارس الأولمبي المعتدي على الحكم وقالت المواقع وقتها منها موقع في الجول في 11 أكتوبر 2004 إنه اتحاد الكرة برئاسة كابتنا صامح عبد منهم كان مجلس إدارة معين قرر شاط بحارس المرمى محمد جمعة ده حارس الأولمبي اللي اعتد على الحكم وقال متحد شالة بمدير الإعلام في التحاد الكرة وقتها ده في أكتوبر 2004 إنه مجلس الإدارة اتخذ عدة قرارات رادعة تضاف إلى عقوبات مالية وقعت على الأولمبي وتقرر شاط بحارس المرمى بعد أن أكد الحكم الرابع في تقريره أنه اعتد على الحكم حمد شعبان كما قرر الاتحاد حرمان كرم كردي رئيس النادي الأولمبي من حضور مباريات فريقه في الملعب طوال الموسم الكروي 2004-2005 والنقل أول مباراتين لفريق الأولمبي خارج مدينة الإسكندرية وقال أن لجنة المسابقات كانت أوسط وقعت عقوبات الأسبوع الماضية بتغريم الأولمبي 25 ألف جنيه وإيقاف حارس مرمى سيزار 6 شهور مع تغريمه 3200 دولار وتغريم رئيس النادي 10 ألاف جنيه واعتمد اتحاد الكرة هذه العقوبات وأضاف إليها العقوبات الجديدة نظرا لشغل لعبي وإداري الأولمبي والاعتداء على حكم مباراتهم مع عملية كفر زياد في دور القسم الثاني